سلام الله عليكم أهلا بكم مشاهدين الكرام سعيدة بلقائكم في هذا الموضوع الجديد عبدالقادر عزون الملقب بالتباري يتاهم الكوميدي عبدالفتح جوادي بالنصب عليه وهذا الأخير يرد عليه بالوثائق وينفي نصبه على أبطال تركت القنب قبل الخوض في التفاصيل لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة اللي حتى تتوصلوا بجديد تقدم كل من الممثل عبدالقادر العزون وحمزة مستغفر وشهر زاد باطمة ويوسف شكرية وعزيزة مرودي وأميمة بليحية ونعيمة بوجابر بشكاية يتهمون فيها عبدالفتح جوادي بالنصب والاحتيال وخيانة الآمنة والسب والشتم والتهديد إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء وتفيد هذه الشكاية بأن الممثلين المذكورين يشتغلوا مع عبدالفتاح جوادي لمدة شهر في تصوير 30 حلقة من ستكوم رمضاني تركت القنب الذي عرض في قناة تليماروك خلال رمضان هذه السنة وبعد انتهاء مدة العمل ولما طالبوه بتسديد أجورهم امتنع وقام بسبهم وشتمهم بشتى الألفاظ النابية إلى جانب تهديدهم بأنه مهما فعلوا فلن يؤثروا عليه بشيء وقد صرح الممثل عبدالقادر عيزون قال في تصريح سابق لجريدة إخبارية بأن الكوميدي عبدالفتاح جوادي نصب عليه في مبلغ 40 ألف ديرهام مشيرا إلى أن جوادي تماطل في توقيع العقد وبعد إصراره قدم له عقدا مزورا لا يستوفي الشروط القانونية من توقيع وأجر ومعلومات خاصة بالشركة وعدد الأيام إذ أنه مجرد ورقة لا يعتد بها حسب تعبيره لكم المشهد بعد الفاصل يحب World War Watt قدمونهم وجودون التوقيت أقالوا لهم لي صندويج، وقد كتلوا لي لي بذيست محضر إذا كانت إلا قتل على عقدا لك نبت emergency وكانت اقلوا عليه حولهم أو أقلوا السجار السجار، الأفريال ورواح وسهر الصهارات الليلة قبنت علي قال لي يا أولد خطورة غادي شريط الموبيل و بغي نشيل سبليون قلت لي ما يسهل علي إحنا يعطينا عرزقنا ببغي نوالو مالي سأعطي علي الإخوان أصدقاء تافقنا كاملين الناس اللي يقول لي مهضوم أحقهم من سيدة اللي لعب أمو برامشت لها تقريبا ربعات المليون الوليد اللي دير كاستنج ديركتور دا كاستنج ومتلتها والأدوار كنت تسلشي ثلاثة المليون أنا كنت تسلشي ثلاثة المليون فمشينا در نشكوا من قضاء هي هادي هاي يا بنتي وقدمناها الوكيل جلالة المليك ودبرا سيكتونا ما وحد جوج ثلاثة أربعة خمسة نعم خمسة هادو مضرورين مزيان نكمبلي كابنتي في التورناج جوحت الوليد وقدمت لي رأسه وقال لي ما عرفتني ما وقال ليه الكاتب و لماذا يكتب علينا وقال ليه كتبه وقال ليه كتب مفيدة لم يكتبه لك ريبليك لأنه مقاريش ومشلل ونحن تقنى بيه ولكن السيد عادة بشعر حقيقة عادة الحقيقة بأن السيدره اسميته يوسف وقال ليه سلتوشي ثلاثة المليون فاحنا كنتلبوه من القضاء ياخدلينا حقنا نبا هو في ناوة وراكي تسارى بعرسه هنا في كازو مني كتتواصله معك يسبكم جدر ذيالكم لا أكتبوه لا أريد أن أسمع صوته لا أريد أن أرى حتى الحلقة لم أرى لماذا أرى لما كانت كل الدرير يلعبونه جيدة كل الناس كانوا جيدة ولكن كل الناس جوع يجبناهم هنا يجبنا يجبنا كل شيء يجبون وقد كانوا يجبونه وقد قالوا لأخب كيفية تسارى وإنهان كيفية تسارى ناجحة صالحة وفاتي كيفية الكوستوم كيفية تسارى ومتجين كيفاش دايرين كي لعب مش هدو جوج كيتخلص ب 5000 دلم في النهار كنقسملك فموا بالله مغاربا وحقق اعلى المشاهدات واسدكم دا صلاح وفاتي وكيفاش كندك الشي في المستوى هذا عبغى يدخل هذا الشيء هذا عبغى يدخل كبغى يدخل كبغى يدر إنتاج سنتيحة در السنتيحة غوفل على كل شيء تعدي على كل شيء الذي يبغى رزقورة كونشتياج دار للسيد اللي لعبا مراتي هي معانا هي معانا هي معانا في الانستغرام تقولوا مرضو بلكم من هذا النصاب يا الله شوف السيدة منصب عليها ماذا هي أو هو والخطر في الأمر أنه يهددها ويقول الله لا يبقى عيط لك شي منتج انتلق سكتد وشفة تباري إلى دوينا اليوم على حقنا إلى خرجاتنا جاءت خير الله وقالت أنا كنت عرض للتحرش وقالت أنا كنت عرض للنصب وقالت نعم وقالت نعم وقالت لأخرى يديرهم من التنصاب وكيفية الناس لن يهدروا على حقنا نعم لا يريد أن نهدروا على حقنا ونريد أن نأكلوا ونشربوا وعندما فيها البيض عبدوا لي وقالتوا لي تدروا تسكت لا يجب أن يصدق أحد يحيدك لن تبقى أدوية الحمد لله الأرزاق لا يجب أن تتواهد أمام الله وأمام الملأ. هذا يرزقي. أول واحد يدعي يرزقي هو هذا السيد. أنا لم أسمع لي أمام القضاء. سوف ندعوه قدام القضاء. والذي يدر القضاء. والقضاء. هو الله إله إلا الله. محمد رسول الله. فنحن ندعوه لربي. ماذا تقول لي اليوم؟ ماذا تريد أن تقول لي؟ الرسالة التي سنقول لي الله يأخذ فكرة. الله يأخذ على هذا المدج. الناس يدرون أنهم في رتنسيون. وفي أول خروج إعلامي للكوميدي عبدالفتاح جوادي. والذي حاول من خلاله تبرر نفسه من الاتهامات التي وجهت له من مجموعة من الفنانين. بالنصب والاحتيال عليهم. قال بأنه تفاجأ بهذا الخبر. بعد مشاركته معه في سلسلة تركت القنب. التي عرضت في شهر رمضان الماضي. عبر قناة تلي ماروك. ونفى جوادي الاتهامات الموجهة إليه. التي وصفها بالباطلة. مؤكدا أنه دفع لهؤلاء الممثلين كل مستحقاتهم المادية. مقابل اشتغالهم معه في السلسلة المذكورة. وقال جوادي في تصريحه للجريدة. إن الممثل عبدالقدر عزون الشهير بلقب تباري. أحد المتهمين له مشاكل مع العديد من شركات الإنتاج. ولهذا السبب لا تتم المنادات عليه في الأعمال. مرضفا لقد نبهني عدد من الأشخاص من العمل معه. لكنني أكدت على مشاركته لي في هذه السلسلة. إليكم المشهد بعد الفاصل. أنا لحد الآن ما فهمتش. الحد الآن بقي مصدوم. ما فهمتش. إلا أنتم ما ما تخلصتوش. أجيوا أخويا وقلسوا معايا في الطبلة. وكل واحد أنا نجبد الكونترا. ونجبد الكونترا ديالكم. وإلا ما أخذيتوش فلوس. ورا كل شي كين. كل شي كين مضبوط. كل شي كين أوراق. مضبوط على كل شي. وعاد أنا اتصلت بالمحامي ديالي. نهار الجمعة. لأن كان المشكلة نهار الجمعة. نهار الجمعة. حط الشيكاية. دابلتنين غادي كونفيرمي الشيكاية ديال. النصب والتشهير والاحتيال. وبتزاز. بالتباري. بالقادرة عايزون. المورودي. عزيز المورودي. باطمة. أحلام الصالحي. حمزة مستغفير. مهم. كينين هما شي سبعة ولا ثمانية. أن هاد السيد هذا ما فهمتش. هاد السيد هذا التباري بعدها عنده مشكلة مع الفد. جزرع عليه بعد الفد. موقعش خدموه. وفجيت عنده نبدا كيبه. كيقالي عامين ما خدمش. داب عاد عرفت علش ما خدمش. عاد عرفت أن المشكلة عش ما كيخدموش الناس. كيقالي لكم. إنسان. الإنسان اللي كيقمر بعدها. ما تطيقش فيه. إنسان 74 عام عمرو ما صلى. عمرو ما تطلير جبعتوش تجاه ديال القبلة. هو كيقولك لك. ما كيخافش الله. كتخاف منه. فهمتين. اه. سيدا. هذه السيدة الممثلة. كتبت لها جبكية ديالقاررو. وفات وصل في عشية كتبت زيدني واحدة. هي ثلاثات الباكية ديالقاررو. يعني ثلاثات الباكية ديالقاررو فالنهار. تخيلوا معاي. كين إثباتات را كين سيدة اللي خدم معاي. وكين الكون طابل. وكين ولد ختيت. ولي كانت يخلصهم. عنويه عنويه. نخلصنام. ويومياً كي كي يسالي ويومياً كنجبد أنا الفلوس كي نطيب إختي كنقول كل واحد عطيه قدامي كنشوف كل واحد كي يعطيه مياد درهم دي فريمونديالو كلهم كلهم بدون ستناه ده با كنستغرب واش هاد الناس غيبقى يخدمهم شي واحد واش كنستغرب هاد الناس غتعيط لهم شي بروات بروات بروديكسيون من بعد مع هاد اي 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 كين الكونترا هاد الكونترا كينه رما تنكذبوش رك نضروب الدلائل فهمتين ويلا قدار شي واحد فيهم مثلا يجي احنا مسلمين يجي هز كتاب الله عز وجل ويحلف بأنني مخلصوش مع العلم انا غادي نحلف انا غا نحلف بكتاب الله عز وجل انا مأكد مأكد بأن يعني مخلص هاد الناس كلهم ما كيتساني داشي واحد داشي واحد ما كيتساني شريع واللي 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 اللي قلت ما خلصوش ولما عطيتوش فلوسو يجيب هوا القرآن كين بيناتنا وهال كونترا هال كونترا دلتي لي ماروك اللي بديت سلسلة عد كي بلية الناس را ناس را فشكال الناس را دي بسيكوبا ترا الناس عقليا مشي هوا هادوك را والله العا وكيفاش نتيجي تتخدمي وكتت تهمي واحد الانسان بتحرش ما فهمش ما فهمش عدنا دي مشكلة ايحنا المغاربة مع الفننا ديونا ما كين تفشي دولة في العالم ما كيناش ما كيناش كي عرض عليها متلا صادق في العمال ولا كوليك كيتعشها وكيضحكوك عادي وانت العرض تعلاش يفننا متلا تشربوك هوا باش تهدر الخدمة تقولك تحرش واش فهمتو مشكلة دي العقلية يا انت اي واحد هوا كتاب الله عز وجل هوا هاجي كل واحد فيهم كل واحد يحلف قدامي ها كل واحد نحلفو انا نحلفو هما يحلفو هوا هذا كتاب الله عز وجل ما معاش اللعب ياك ها تكتزو بعيدا من يتهزوه تكون ممضي على وضوء عاد تهزو ياك انا على وضوء هذا ما تهزو تكون ممضي عاد ممكن تحلف به وارك عارف ان كلنا اي واحد كي ادي واحد المهمة وإلا كي ادي القاسام دياله سواء كان مسؤول وزير محامي قاضي هذا هو العهد سلسلة ان نديرها ندير مثلا شي وحدة مثلا كوبل معايا فكرة الحسن الفد كنشكره فكرة ناجي حامية في المياه يعني انسان بغيد يدير سلسلة مرة جاية يدير مرة وليدير شي واحد صاحبه وياه وصافي ويحيد عليه هاد الناس هادو كلهم لان هاد الناس هادو ما كيخليوكش انك تبدع وما كيخليوكش انك تزيد القدام وما كيخليوكش انك تحاول انك تكتب وتبداع باش تجيبهم تاهم ما يبدعو معاك ما كيخليوكش مش انسان يخرج يقولك هادا ادنينا فلوسنا وكتب علينا وده تمانين مليون وده انا يالله جيت انا اصلا ما عنديش كونت عندي تمانين مليون انا ما عنديش ما عنديش دار انا انسان ده بام امرك شي فنان كاريبيت مع الجيران كاريبيت مع الجيران ما فيه جلات الفازالة وسائل راحة واش فنان مغريبي يكون ساكن في بيت شو ما كاريبيت مع الناس مع الجيران مع الزوافريح شو ما من بعد ما انني تم النصب عليا والمرضي يالله انها كتبت لها الدار ودتها ليه ما ده با كاريبيت اجي تشوف اجي تصوروا بعينيكم مش غادي نكتب عليكم انا انا قدام من برا اعلامي معروف والناس روم غاربك يتخوفي اجي تشوفوا انا كاريبيت وحوي يجي اللي اللبوس حاطهم عند الاخت دياري حشو ما في النار المغريبي يعني اعطاب الزهف للفن المغريبي يسكون في بيت حشو ما بعد المرات ما كنلقا مناكل بعد المرات ما كنلقاش يعني بعد المرات ما كنلقاش في قهوة فالوس قهوة ما عنديش م respons كن Evade يخوش ملا بعد إن شاء الله هنا هو الفن ما كان ندمش كين واحد الحب دي الناس كين تلاقوه معين الناس يعني كين واحد الحب ديالهم هذا هو هذا شوف الفن هذا الحاجة الوحيدة اللي فيه هو أنه حب الناس كين تلاقوه معك الناس ما كين يعرفوك كين ضريبة النجاح هو أنك من يكتكون غاضي في الطريق الصحيح كين تلقى بحالة العراقين وشدد جوادي على أنه مستعد للمواجهة القضائية والإدلاء بأدلته ونسخ العقد الخاصة بالعمل مرضفا هم لا يملكون أي أدلة على ما يقولون ومن حق متابعتهم بالتشهير والابتزاز واستطرد بطل تلريكت القنف بالقول إنهم كانوا يفتقدون إلى الاحترافية والمهنية داخل بلاتو التصوير الأمر الذي كان يضر بالعمل أشكركم على المتابعة وإلى فيديو جديد إن شاء الله